ليست هي تونس التي أردناها أو نريدها ذاك لسان حال الشباب المحتجين ومن خلفهم يشاطرهم المشاعر الناقمة كثيرون في ظل واقع اقتصادي مرير لم تفلح الطبقة السياسية الحاكمة في الحد من وطأته على التونسيين تزداد الخشية من انزلاق الأمور بعد الفوضى التي شهدت احتجاجات الأيام الماضية وتخريب الممتلكات ما حذر منه الرئيس قيس سعيد بنفسه الشباب يزيد الأمر حدة ظروف استثنائية لا تقتصر على تونس فقط بل تعم العالم أجمع أيضا فقد أثر الوباء على نحو كبير في الحياة المعيشية فضلا عن خسارة البلاد عائدات السياحة بسبب الإجراءات المتخذة يفاقم أزمة ثقة المحكومين في حكام تونس بعد سنين من ثورتها طوال أن الطبقة السياسية الحاكمة وتلك التي تراقبها أو تعارض سياساتها كل في خلاف مستمر بلا مخرج في الأفق المنظور تلك من تعقيدات النظام الجديد تمخذت عنها العملية السياسية ثم تصراع يتأجج بين مراكز السلطة يؤثر في صناعة القرار يتمحور حول أن تكون الحكومة حكومة البرلمان أو حكومة رئيس الجمهورية ويتسع الجدل أكثر حول نزاهة الوزراء يحاول رئيس الحكومة تغيير قواعد اللعبة بتعديل وزاري يميل الكفة إلى ما يعرف تونسيا بالحزام البرلماني فيقع في المحظور وهو شبهات الفساد التي تحوم حول عدد من الوزراء الجدد يتعمق بذلك الجدل بين الأحزاب والكتل البرلمانية التي هي الأخرى تشوب علاقاتها خلافات حتى داخل تحالف النهضة الحاكم صراعات تزيد من احتقان الشارع التونسي ففيه ترتفع الأصوات تخاطب الرئيس أن يعاقب الأحزاب بحل البرلمان